بعد ان تم الطلاق بين الملك فاروق والملكة فريدة كان يعرض عليه بعض الفتيات لكي يختار عروسه جديدة وكان الملك فاروق يضع شروطا ومنها ان تكون وحيدة والديها وان تكون فتاة مصرية مئة في المئة وحدث اللقاء الاول بين الملك فاروق وناريما صادق عند تاجر مجوهرات فشاهدها الملك واعجب بها وكان عمرها ست عشر عام وبالفعل تم الاتصال بين الملك وبين والد ناريما ورحب بالزواج وطلب منها السفر الى روما لتتعلم التاريخ والسلوكيات العامة واتيكيت البلاط الملكية لتستعد ان تكون ملكة واحتفالا بزفاف الملك تمت اضاءة النصب التذكارية وتم توزيع الوجبات المجانية على الالاف في القاهرة والاسكندرية وتم توزيع الاراضي الزراعية على الفلاحين الذين لا يملكون ارضا للمزيد اشترك بالقناة وتابعونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر